إلى سودان حيث يصل رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان إلى جوبة عاصمة جنوب السودان وذلك لحضور قمة ثلاثية تجمعه مع رئيس دولة جنوب السودان سلفانكر ميارديت والرئيس الارتري إسياس أفوركي أشارت مصادر إلى أن القمة ستناقش تداعيات الحرب السودانية والتي أثرت اقتصاديا على الدول المجاورة كما ستبحث القمة تدخلات الخارجية السلبية على السودان بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة